من جديد تعود الأمراض الجلدية إلى الواجهة في مناطق المخيمات وخاصة العشوائية منها غياب الصرف الصحي والاعتماد على المكشوف منه كان أبرز أسباب انتشار هذه الأمراض وبحسب منسق استجابة سوريا تبلغ نسبة المخيمات غير المخدمة بالصرف الصحي النظامي أكثر من 60% ويضاف إلى ذلك غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن قرابة 50% من مخيمات الشمال السوري في حين يعاني أكثر من 80% منها من انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشاف المجاورة وبحسب مصادر طبية تصنف الإصابة ضمن المخيمات بين المنخفضة والمتوسطة مع مخوف كبيرة من ارتفاع معدل الإصابات إلى مستويات أعلى إبراحيم السويد تلفزيون سوريا ريف وإدلب الشمالي